موسيقى 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 تمام عندي سوية صحوم على البطن كده وأعلى البطن كنت عايزة أخذ رأيه يعني أعمل إيه حيث عملك أدي يا فندم 67 المشكلة بس إن أنا عامل عملية تركيب مفتل فخد وما بقدر سأعمل أمارس رياضة التمرينات البطن حاضر ألف سلام عليك فندم سؤالها جميل جدا فتحت موضوع تاني الحللة زي كده يفضل استخدام كولد ليزر مع أمبو الماشين مع رادي فريكنسي ميزي سرابي لمرحلة أولى ما قرارش مرحلة أولى حسب برضو كمية الفات الموجودة أو الدهون ممكن جالستين ثلاثة أربعة في مرحلة تانية مرحلة بقى جهزة تانية خالص لشد الجلد وتنشيس الدورة الدموية وتقوية العضلات ورفع التمثيل الغذاء وعرق دهون في منطقة البطن بأمن ما بعد التخصيص حلو الأمان ده دكتور طبعا هي صعب تلعب لياضا صعب آه بكتبلك شفت البطن بالصمرار ده مهم جدا لها مشروبات اللي هي حلونا عليها المهدئة مفيدة جدا لإذا بيته الدهون إن شاء الأخضر باللمون وبالنالاها مفيد جدا المشروب الكوكتيل اللي حلونا عليها تعرفها مفيد جدا لها أبتاعت تماما على حياته السكريات ما بعد الأكل وبأكد عليها مرة وثين وثلاثة يعني فاند ما نشربش أي حاجة بعد الأكل خالص، أي حاجة فاند ما سكريات لا سكريات ولا حوادث ولا إن كانت الفكهة برضو ولا إن كانت الفكهة مع قبل رائعة مع بعد مؤذية ببساطة أكد باند دستوري طبي عن ده ممكن بعد ساعتين أكل فكهة وذان متفان أي نوع فكهة الموضوع ما فيش أي مشكلة عايزين نستمتع الأكل شي جميل في حياتنا مجيش أحرم نفسي شهر واثنين وثنين وثنتين ومجارب ما يكون لقومة بسيطة أدخن ما ماناش حاجة هيا بالسعرات الحرارية ولا بالضاية القاسي ولا بالأجهزة القهربائية اللي هي عبارة عن الفيشة وقبس مانفعش حاولكم معترض على الرجيم القاسي يا فاند؟ جداً مانفعش الرجيم القاسي ميوصلناش إلا نتيجة سلبية مهما أعمل الرجيم القاسي ببندل وبرجع وبرجع أسوأ من الأول وممكن أرجع بأمراض مغير ماخبالي من المالإجهاد، هالة السودا، الإرحاق بشكل عام مانميا ضعف ممكن جلها الشاشة ظهر يعني مثل أي سيدة ما بعد دورة الشهرية ما تنقطع عندها لازم قطع من الكالت فوليسوية مثل هرمون أنوسة طبيعي لكن يعني جي عب إحنا في إيه؟ يعني عايزة أوصل لك حاجة ما مش كل حاجة نستسهل الأمور نستسهل حضرتك تسودا فاند من إحنا ندور على حل سريع ننزلنا مؤقتاً ونرجع تاني نزيل ما إحنا عندنا حل سريع تاني ما إحنا عندنا حل سريع تاني ولكن حل الصح وآمن وآمن جميل آمن دي مهمة جداً الحاجة اللي إنت في ذات المقدمة قلت حاجة فعلاً كويسة أو إيه؟ ممكن نعتدل على شيء إحنا مش فاهمينه وبعد ما أنا نتداول ونشوف فعلاً مفيد ده بعد مدة صغيرة يا دكتور ده مجرد أنه أفكر بس أسعار هو إحنا ليه ضد التغيير؟ ليه ضد تغيير العقول؟ لازم نغير العقول فعلاً ولازم نغير السمنة بحياتنا إن فعلاً فيه أكل أنا مثلاً راح نصيف أكل برحتي المشكلة يعني أنا بادي يوم قابل واسم الله بعد ما أخلص الأكلة دي أشرب كذا يعني مثلاً أنا بحب أكل لحم ضعني مثلاً أكل فيه دهون طب بعدها حزبة كرفس ما حزبة بقدونت بساعة ونغلية ونشربها عملت إذابيت الدهون سريعاً وكانت إن أنا عايز أكله ممكن يبقى أكل إن أنا عايز أكله وكسل أعمل كرفس البقدون فيه خباك بديل اللحمة من كثرة الناية الله؟ آه بديل اللحمة من كثرة الناية بتقيمها بالمعادة البرتينات اللي فيها ما سيرفعش اليوريك أسد ما تميش شعر طرفيه معادة قد بعض يا دكتور المكسرات تسوي اللحمة مكسرات تسوي اللحمة ونبقى أنا أخيش برد نشوف تحليل المكسرات وتحليل اللحمة ونفع صراحة نلاقي البوريسينات اللي موجودة في المكسرات هي هي موجودة في اللحمة وبالعكس اللي المكسرات بيها فسفور عالي لذي اللي موجودة في السمك وعايزين الفسفور ده قوي رابو عليه كل حاجات مفيدة جداً لنا لكن نفكر